وخلونا مجدد الترحيب بضفنا العزيز الدكتور مهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة مش مهندس احنا هنبدأ نعرض زي عرض معلوماتي كده او انفو جراف على مسألة ترشيد الطاقة في مصر ودي خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء يعني دي خطة الترشيد الحكومي الحكومة نفسها هنلاقي انه الحكومة بتقول بتلتزم كل وحدات الجهاز الاداري الوزارات والاجهزة والمصالح الاخ 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 بانه كل الماباني بترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني والمرافق وكل الوقت ده في خلال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للانارة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية بعد انتهاء العمل الرسمي عدا بقى ما تفرضه مقتضيات العمل يعني الغرف اللي فيها كمبيوترز وسيرفرات مهمة وما الى ذلك ده اللي احنا بنقربلوش تلاجات لقاحات حاجات من هذا بهذا القبيل ده اجراء من شأنه انه يعمل خفض او توفير في المستهلكات هو تبقى للقانون الاجراء ده اجراء اداري وتبقى للقانون الكهرباء المفروض ان كل منشأة حكومية فيها مدير للطاقة ده صميم عمله حلو قوي الكلام ده ولكن هذا لا يطبق فالنهار ده هيطبق السؤال اللي هيطرح نفسه مين اللي هيبقى مسؤول وكيفية استقاء المعلومات وكيفية ادارة هذه المنظومة بطريقة مؤسسية مستدامة مش توقيت معين عشان دولة رئيس الوزراء يعني امر بكده وبعد كده نام ازاي الكلام ده يبقى حاجة مستمرة ومستدامة وحقيقية وبتعبر عن واقع بين عيشه كويس اظن انه هيحتاج قدامش لازم دلوقتي يبقى في عندنا زي تايمرز او متزامنات يبقى في عندنا موشن ديتكترز يعني المكان اللي ما فيهوش حركة يغلق ذاتيا هو ده اجراء اداري لكن المفروض يستلزم التنفيذ يعني الفعلي والتطبيقي تقنيات او استخدام تقنيات الكفاءة بتاعتها مرتفعة شوية ده بيدخلنا بقى في بطاقات كفاءة الطاقة وبيدخلنا في المنظومة المستدامة احنا دولة واحدة ولا عدة جزر هي دولة مفيش مجال الجزر دور وزارة المالية بقى ايه ودور وزارة الصناعة وعاوزين نهاني المهان سحم السمير النهاردة بان وزارة الصناعة ليها دور كبير جدا وفعال بتلتزم وحدات الادارة المحلية وجهزة المدن الجديدة وسائر جهات الولاية على املاك الدولة كلهم في نطاق اختصاصي هي بتخفيض انارة الشوارع والمائدين العمومية والمحاور الرئيسية بقى ده كده بجانب المباني تمام فبرده ده لازم يخاف دي دي طبعا لا اللي كنا بنقوله بيحصل في بلاد با المفروض المفروض ان المدن الجديدة كل مشترواتها السبع تامن سنين اللي فاتت فيها الدمينج او فيها التدرج الضوي تدرج الضوي ولكن من غير معرف البنية التحتية غير مهيئة لكده ما وصلوش الكابلات بتاعت التدرج لكن فيه اجراءات تقنية موجودة وارخصة جدا وسهلة جدا تتيح هذا وتمكننا بخلاف الخبرات اللي احنا خدناها لما حصل في 2014 و13 واضطرنا نفس العمود ونوصل عمود وكانت النتيجة ان استهلاك سقف الاضاء اقل واستهلاك الكهرباء زاد نتيجة انعدام التوازن في التواصلات الكهربائية طيب بتلتزم وحدات الادارة المحلية وجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والاثار كلهم بحسب اختصاصه بالتجديد على الالتزام بالموعيد الوردة بقرار وزير التنمية المحلية احنا بنتكلم على مسألة عشان الناس تبقى فاهمة تطبيق الموعيد بتاعت الصيف والشتاء للفتح والاغلاق بتاعت المحلات العامة كمان قرار وزارة السياحة والاثار رقم 512 لسنة 2020 احنا بنتكلم من دخلنا عن نهايات 2022 يا سادة بشأن موعيد فتح المطاعم والكافيتريات وتعديلاتهم والتعليمات الصدرة بالتنفيذ محلات مطاعم إلا هنقفل في توقيت معين ونفتح في توقيت معين ان احنا نبتدل نشغل التوقيت الصيف القديم نستغل لكل 5 دقايق في ضوء الشمس علشان نستفيد بيها ده كلام طبعا جايد انا فاكر وانا صغير كانوا قلونا المحلات بتقفل الساعة 9 جريت نرجع لك ده فاهم ده صحي اكتر هيجي يقولك واصلا الناس اللي بتشغل المحلات هقوله افتح بدري يعني بدل ما بتفتح الساعة 12 الظهر افتح 9 صباح تعالوا ناخد اللي بعد تلتزم المحلات التجارية التي تستخدم انظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 حلو ده بس انا عارف مهندس محمد هقول لنا لا خلوها 28 كما تلتزم المحلات التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها وتتولى وحدة الادارة المحلية واجهزة المدن كلهم بحسب اختصاصه متابعة التطبيق هو هنا قال المينمام 25 يعني ما يقلش عن 25 يعني هنتكلم في 26 27 والعالم كله على فكرة ابتدى يتكلم في الحتة دي اليابان 28 نهارد ستاندرد حتة كتيرة جدا بتتكلم عن يعني الرنج بين 25 و27 عشان ياخد الافريج اللي هو 26 ودي درجة حرارة مناسبة جدا وفي الشتاء المفروض انها بنتكلم عن 19 عشرين عشان طب هلا نقدر ان انا اعمل الزام على المحلات والاماكن العامة انه اولا يستخدم لمبات موفرة اتنين انه لا يزيد حجم الاضاءة عن كذا طبعا التسك بتاع الاضاءة او سقف الاضاءة دي حاجات مقننة النقطة المهمة هنا هو سقف الكفاءة الكفاءة المصرية في مجال الاضاءة والتكييفات والحاجات دي كلها في الاضاءة بالذات سقف الكفاءة على مستوى العالم وصل النهاردة يعني الكلاس ايه بطاقات الكفاءة دي بطاقة فيها يعني اهوان تبقى اخضر 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 خفيف لحد الاصفر وبعدين برطولي السقف نمرى واحد عندنا في مصر اللي كان ايه وتلاتة بلاس اصبح المستوى التالت النهاردة بعد تغيير الكفاءة بقى ايه بلاس ما بقاش في ايه بلاس 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 يعني ايه النهاردة بقى تلتمية وعشرين وحدة الاضاءة حلو البيه بقى مية وستين احنا لسه الايه تلات بلاسات عندنا مية وعشرين فالمفروض نغير المنظومة دي عشان كده قلت يعني دولة يعني معالي وزير الصناعة عليه جزء مهم جدا في المنظومة دي المنظومة صح ما ساميرا هيشيل شي لقد كده والله احنا كلنا في ظهره بندعمه لان ده ده موضوع قوم بيخدم بلد كلها وزارة المالية كمان عليها دور مهم يعني هتلاقي بلاد كتير ان المعدات الاكثر كفاءة في استهلاك الطاقة الجامريك بتاعتها اقل فدي محافز فدي محافز الا في مصر الا في مصر وانا كرئيس جماعة المنظومة المنظومة لكفاءة الطاقة عندي مرسلات قد كده معظرة المالية في مصر المعدات الاسوأ جمركها اقل والمعدات الاكفأ جمركها اعلى تشوه في مجال استخلام يعني المجهودات ده برضو هيبقى ملف مشترك ما بين الصناعة والمالية بس ده يعني حتة كده مدفونة ولازم نوجه لها منظر يعني نظر دولة رئيس الوزراء ان ما ينفعش نعمل المجهودات دي كلها واسمح ان اللمبات الحرارية اللي قلنا البعاء الجائلين بيستخدموها جمركها 5% لا دي بقى خلاص لازم تتعدل حاجات دي انا اتفق جدا طب تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الاندية الرياضية والاستادات الرياضية وملاعب كرة القدم والصلاة المغطاة وغيرها بتخفيض الاستهلاك الغلق التم للانارة الخاصة بكل هذه الامور في حال انه شكرا احنا احنا افلنا مثلا الماتش او اللعبة او التمرين الى اخير وعقب انتهاء الفعاليات على ان يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لاقامة الفعاليات والتدريبات نهارا قدع ده قرار محترم جدا ويجب ان نحترمه هو استخلال الضوء الطبيعي زي ما الدنيا كلها بتعمل انجلترا بتعمل كده يا جماعة زي ما الدنيا بتعمل كلها وهنضف له كمان ضرورة مرجعة المعدات المستخدمة معلوماتي ان معظم الاندية الرياضية بتدفع 25% من فاتورتها فتجيب ليه معدات الكفاءة بتاعتها عالية بتجيب اسوأ وارخص حاجة اللمبة مو 2 جنيه ده يت بس واللمبة البطيخة اللي جمركها وزارة المريضة عاملها 5% في حين انها عامل 20% على الليد وعمل 40% على المباط الموفرة فيه التشوه هنا لا ومهم كمان ان احنا نشجع التصميمات المعمرية والانشائية اللي منشأناها انها تقلل استخدام الانارة تقلل استخدام التكيفات تشجع على تنفق الهواء في البيوت والمباني طبعا ده طبعا الجرين بيلدينج دي حاجة مهمة جدا طبعا طيب بعد المنشأات الرياضية يتولى المحافظين والوزراء المعنيين اعداد تقارير دورية بشكل يومي وده تبقى يعني لا ده تسكي كبير جدا وأسبوعي وده احنا كنا يعني اقترحنا في فترة من فترات ان تكون فيه بس حدثك اللي كل الجهات واللي هيقدر بتعمله عاملة زي عزف المزيجة ينفع عند اي اوركسترا واحد بيع البيانو لازم يحصل تناغم فين الماسترو من هي الجهة المختصة القادرة على مرأبة ومحاسبة وإدارة ومراجعة المنظومات المختلفة المحافظ اظن المعدلات الاستهلاك هتبان في التقارير بتاعة وزارة الكهرباء احنا عندنا حاجة وجهاز كتير ما يعرفوهاش عندنا حاجة اسمها مرصد الكهرباء دي موجود على الموبايل وممكن اديها لحظات تنشرها المرصد بيقول ونقدر نجيب الارقام بتاعته استهلاك المزوت قد ايه استهلاك الغاز قد ايه استهلاك الحد الاقصى للطاقة يوميا كان كام وبقى كام النهاردة كان 32 جيجا عاود اشوف بكرة من تري التطبيق ايه وللأسف النهاردة استهلاك الغاز زاد بقى 80% مع ان الاسبوع اللي فات كان حاجة و70% ليه؟ مهدي بقى هنا المرصد هنا جهة محايدة هتقول لي حصل ايه انا لازم استخدم المرصد اخيرا يتولى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام صياغة خطة اعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال اهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة واخلال فترة الحالية بصفة خاصة اكد سيادة رئيس الوزراء ضرورة اهمية الوعي المجتمعي عندنا وفرة في الطاقة وحضرة كيمكن قلتلي الكلام ده في الفصل لكن الهدف هنا هو ترشيد توفير او توفير هدف الترشيد هو توفير الغاز للاغراض الصناعية هنحط اول معلومة لاهل مصر ان كل برميل بيترول مكافئ انا بوفره في الاستهلاك بيوازي او بيعادل ثلاث برميل انا بحرقهم في بداية الايه؟ الانتاج لان لما بوفر في الاخر خالص انا وفرت كل سلسلة الفقد اللي حصلت في السك محطات الكفاءة بتاعة اعلى محطات عندي في الكهرباء الكفاءة بتاعتها 60% يعني في 40% فائد اما باخدهم دول وببتدي احولهم وانقلهم عندي فائد كمان بيحصل في كل المراحل فلو انا وفرت في الاستهلاك افلت لمبة مش معنيتها ان انا وفرت قيمة الوقود اللي استهلكته لمبة لا ده انا وفرت ثلاثة الاضعاف فده واجب قومي الكل لازم يساهم فيه النهار زي ما يقولوا اذا احتكم الامر ما فيهاش هزار هو لازم يحصل ترشيد للطاقة اشتركوا في القناة